الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يقرر رفع سعر الفائدة بربع نقطة مئوية متعلق الأمر بزيادة الثامنة في سعر الفائدة في عام في وقت أشار فيه مسؤول الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل في عام 2022 رفع البنك المركزي الأمريكي تكاليف الاقتراض بأسرع معدل منذ ثمانينيات القرن الماضي في محاولة لكبح جماح التضخم المرتفع وتباطئ طلب المستهلكين والشركات ويظل سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي حاليا عند النطاق المستهدف من 4.5 إلى 4.75% كما هو متوقع في حين كان قريبا من السفر في الفترة ذاتها من العام الماضي